ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر وكان يقاوم الاحتلال أو الانتداب الفرنسي وقد اتهمته فرنسا بأنه وراء الثورة أو من ضمن الناس المشاركين في الثورة طلبت منه أنه يعني يراجع المحكمة وأصبح ملاحقا حكي عليه بالإعدام فانتقل إلى فلسطين إلى حيفا على وجه الخصوص هذا كلام حكينا اللقاء الماضي واتخذ من جامع الاستقلال في حيفا مقرا له هذا كمان كلام حكينا وأسس مجموعات تقاوم وتواجه يعني خليني أقول الاحتلال البريطاني خسب اعتقاده بأن بريطانيا هي بلد محتل هي عفوا بلد تحت البلاد الآخر وبالتالي مثلها مثل فرنسا وبالتالي مواجهة المحتلين في أي مكان من الوطن العربي أو بلاد العربي المسلمين هي يعني مواجهة محق أقول الحال هذا الكلام حكينا نحن اللقاء الماضي طيب وقفنا لغاية عنوان اسم الوحدات التي شكلها وكنا في عندنا خمس وحدات وطبعا هيها زي ما انتم شايفين أنا حاطة داخل مربعات في عندنا وحدة لشراء السلاع في وحدة للتدريب العسكري الاستخبارات ومرافقة خطوط الإنجليز والعلماء والدعاء وأخيرا الاتصالات السياسية يعني وكأنني بدي أقول أن الوحدات اللي اشتغل عليها أو اللي قسمها واللي وزعها لها أدوار مختلفة لها دور ممكن مالي ممكن تذكيفي ممكن عسكري ممكن سياسي هذه الأشياء اللي أنا حكيتها هي موجودة أمامكم في المجموعات المختلفة اللي حكينا عنها من شوي ولذلك يعني كان عنا نوع من التنظيم خلينا أقول يعني المرتب بحيث أنه الأفراد موزعين باتجاه مهام مختلفة وطبعا هو كان قائد يعني هذا المسمى اللي كنا عنه عصبة القسام والأموال طبعا الأموال من يمول هذا المجموعة من أين تمول الجواب كان أنه من الناس اللي بلتزموا أو بلتحكوا في هذه المجموعات اللي هي العصبة وبالتالي بيدفعوا اشتراكات شهرية أو ممكن من قبل بعض الناس المتطوعين أو الأغنياء اللي ممكن يساهموا في هذا الموضوع اللي طبعا كان يقول وزي ما هو شايف زي ما أنتم شايفين إحنا أمامكم الآن يعني فقط من الأشخاص الموثوق بهم فقط من الأشخاص الموثوق فيهم بجمع هذه الأموال في صفحة 84 اللي بيسأل وين وصلنا صفحة 84 إذن هذه برجع بقول مجموعة لكن القضية الأساسية أو الفكرة الأساسية اللي جابها القسام ولم تكن خلينا أقول يعني قبله معروفة في عنا أحزاب وفي عنا كان تنظيمات وفي عنا مجموعات لكن هذه المجموعة زي ما أنتم شايفين قائمة على أساس ديني على أساس فكر ديني واحد واثنين قال ليست على أسس قومية أو علمانية أو شيوعية كما كانت المجموعات الثانية الموجودة كنا نقول يا جماعة حزب آل الخالدي حزب آل الحسيني حزب مثلا خلينا أقول مثلا أهل نابلس أو أهل جنين أو أهل طول كرم لكن هذا كان حزب يقوم على فكر ديني بحث ويؤمن هذه قضية مهمة باستخدام السلاح أو المقاومة ضد الإنجليز وغيرهم ولم يؤمن هاي يفطلنا الجملة هذه ولم يؤمن في المقابل بالمفاوضات السياسية أو السلمية خلينا أقول يعني اللي ممكن الآخرين اتبعوها لذلك ما كانش عنده أي اتصال سياسي أو دبلوماسي مع بريطانيا وبالتالي هو يؤمن فقط بقضية الكفاح المسلع يعني أو الجهات في سبيل تحرير فلسطين والأرقام اللي حطلنا إياها تحفظوها لأنه أنا قلت يا جماعة عليمات الجامعة بتقول أنه والله حفظ الأرقام غير مطلوبة بغض النظر عن 200 ولا 300 ولا أكثر بغض النظر قداش هي مجموعته إذن هذه الفكرة اللي هو قام عليها أنه هو إنسان مش فلسطيني سوري كان ملاحقا من قبل الاستعمار الفرنسي في سوريا انتقل على جامع الاستقلال في حيفا أصبح طيبا وإماما ومدرسا وبالتالي أسس مجموعات مسلحة وقاومة الإنجليز وطبعا مش حاطين الجملة هون بجموز حاطينها في محال ثاني بدأستبك الأحداث طبعا هذا استشهد من قبل الإنجليز الإنجليز قتلوا واستشهد في أحراش يعبد في منطقة جنين في عام 1935 في عام 1935 وعلى وجه الخصوص في 19 11 1935 طيب العنوان الجديد طبعا الكلام اللي حكيت الآن الأصل خلصت لك الاعتبار أنه ما أردت تكلمنا عن البرس اليوم في عنا عنوان اسمه الثورة العربية الكبرى بدنا ينتبه يا جماعة على شغلي لما تكلمنا عن الشريف حسين ابن علي وشوفنا كيف مراسلات حسين متمهون وابتصالاته مع الإنجليز عمل ثورة ضد مين ضد الدولة العثمانية واصطف بريطانيا تحت اسم أنه عمل ثورة عربية كبرى متى كان ذلك يا جماعة بدنا العالمي الأولى 1916 كلنا في خمس حزيران 1916 فالخلاصة أنا لش نبهت القضية هذه عشان ما تخربشوش بين الثورة العربية الكبرى هذه الموجودة هذه قضية خاصة هذه يعني أنا ممكن أميزها عن هذه أو غيرها للأصل يكون اسم الثورة العربية الفلسطينية الكبرى للأصل يكون هيك للأصل يكون اسم الثورة الفلسطينية الكبرى أو الثورة العربية الفلسطينية الكبرى اللي هم أهل فلسطين قاموا فيها ضد بريطانيا بوجه الخصوص وطبعا أكيد ضد اليهود لكن هي كانت موجهة ضد بريطانيا الثورة العربية الكبرى اللي هي تقريبا استمرت ثلاث سنين واللي كان فيها إضراب الست شهور إذا بتذكروا أو بتسمعوا فيه إضراب الست شهور طيب بعود للموضوع مرة ثانية بنا نشوف الآن الأسباب الأسباب يا جماعة بجلسوا محاكيين من خلال الفهم العام إنه فيه عندنا استعمار بريطاني وإن كان اسمه انتداب بريطاني لكن هو استعمار هذا الاستعمار عمل على تهويد الأرض العربية الفلسطينية عمل على إضعاف الإنسان الفلسطيني عمل على سرقة الإنسان الفلسطيني من خلال القوانين والأنظمة والتشريعات اللي أصدرها هيربرد سوميل وعمل على إيجاد وطن قومي لليهود في فلسطين وعمل على تمكين اليهود من أرض فلسطين إذن يعني باختصار وكأنني بدي أقول إنه بريطانيا لما كانت موجودة على أرض فلسطين كانت هي دولة محتلة بكل ما تعنيه الكلمة من معنى هذه قضية اثنين يعني لو لا وجود بريطاني زي ما قلت أنا في اللقاء الماضي لما يعني رأى خلينا أقول وعد بيلفور النور أو على الأقل لما رأى النور بهذه السرعة تصور لو فيش عندنا انتداب بريطاني على فلسطين معناته احتمالية يعني خلينا أقول عدم تطبيق وعد بالفور على أرض فلسطين يعني واردة جدا بمعنى يعني ممكن ما يكونش وعد بالفور ولا يصبح لليهود دولة معناته بريطانيا هي المسؤولة أولا وأخيرا عن ضياع فلسطين طيب ولهذا السبب مرة ثاني أسباب انفجار الثورة أي ثورة الثورة العربية الفلسطينية اللي قلت عنها من الستة وثلاثين للتسعة وثلاثين قال أول سبب هاي عام وحاط تقطيه مجموعة قضايا القضية العامة أو اللقطة الأولى ألا وهي السياسة البريطانية الاستعمارية المنحازة للحركة الصهيونية وهلاش عرفتها بمعنى أن بريطانيا بكل ما تعنيه الكلمة من معنى قد ألقت بثقة لها إلى جانب الحركة الصهيونية وشوفت كيف لما أخذنا الكتاب الأبيض الثاني شوف لما اليهود معجمهم مش محتوى الكتاب الأبيض الثاني مثلا أنه رئيس الوزراء ماك دونالد راح ألغى الكتاب الأبيض الثاني اللي عمله باسفل تتذكروا أخذناه وبعدين بريطانيا جماعة حمت اليهود هاي يعطيني أمثلة على قضية سياسة بريطانية هايها قال قام راعة المقاومة العربية الفلسطينية وما الدليل على ذلك كنا على الأقل في عنا بعد ثورة عام 1929 اللي سميناها ثورة البراق بريطانيا اعتقلت مجموعة من الناس وعلى رأسهم كان محمد جنجوم وفؤاد حجازي وعطى الزير وذولا عدمتهم في يعني عكا في سجن عكا في عام 1930 وبالتالي هذه السياسة استعمارية يعني قمعية ضد الفلسطينيين والعرب كمان كان من ضمن كتاب باسفل يعني انشاء حكم ذاتي ومجلس تشريعي ورغم ذلك كمان بريطانيا تقلت عن هذا يعني الوعد للفلسطينيين وبالتالي لم تكم لم تكم بهذا بالإفاء بهذا الوعد ولم تنشئ المجلس التشريعي الفلسطينيين على وعلى ذلك قضايا كثيرة جدا يعني صعب سواء كانت موجودة هنا ولا مش موجودة هنا كثير ممكن احنا ندلل على قضية انه في بريطانيا منحازة الى جانب الحركة الصهيونية هاي بتكلم التعاون مع الوكالة اليهودية مع الحركة الصهيونية لدرجة انه اعطتها صلاحيات انه بريطانيا اعطت الحركة الصهيونية على ارض فلسطين صلاحيات واسعة لدرجة هاي جابلنا مصطلح بقول عنه بحيث اصبحت الحركة الصهيونية حكومة داخل حكومة بريطانيا اللي هي الكبيرة حكومة داخل يعني حكومة وبتكلم عن تهريب السلاح للصهاينة ويعني تسهيل الهجرة الهم وامتلاكهم من الاراضي هذه كلها موجودة تحت عنوان اسم السياسة البريطانية الاستعمارية يعني المنحازة طيب اذا هذا سبب كافي لا اندلاع ثورة هايها فوق اسم الثورة العربية الكبرى هاي قضي اثنين الهجرة اليهودية المتزايدة هون حطنا يا جماعة تقريبا بلوز حوالي عشرين رقم ارقام هذه وهذه الارقام برجع بقول مرة ثانية مش مطالبين فيها لكن انا مطالب بالخلاصة ايش هي الخلاصة انه نمكلم عن ازدياد الهجرة اليهودية الى فلسطين في ظل ماذا في ظل الانتداب البريطاني ازدياد هجرة وامتلاك اراضي يعني المهاجرين اللي اجوا على بلادنا بعشرات الالاف وين بدهم يقعدوا في الهواء مستحيل معناته على الارض معناته في عنده عشرات الالاف اجوا في ظل الحكم البريطاني لبلادنا وفي عندنا عشرات يعني خلينا كل الحالات او مئات الحالات في عملية انتقال الاراضي من ايدي اصحاب الشرعيين الى الارض الى الايدي او الايدي اليهودية اذا هن في عندي هجرة يهودية وفي عندي امتلاك وهذا الكلام متى تم في ظل الانتداب البريطاني زي ما قلت قبل شوي وتذكروا لما قلنا من ضمن اهم اعمال سومائل انه عمل يعني او سن قوانين للهجرة وسن قوانين لامتلاك الاراضي لمين لليهود وبالتالي نتكلم عن عشرات الالاف الان تحفظوها الارقام نتكلم عن عشرات الالاف من اليهود اللي اجوا على بلادنا وتملكوا برجع بقول مساحة بالاراضي طيب هوا حط نسب هذه الارقام تحفظوها طيب الخلاصة معناته هي حط نخلاص هنا معناته ان السيطرة اليهودية على الاراضي الفلسطينية مالها تضاعفت او ازدادت وان المستعمرات والمستوطنات اليهودية الفلسطينية زادت وفي المقابل الفلاحين والسكان الاصليين شو صار فيهم خسروا اراضيهم الزراعية لان هذه الاراضي انتكلت بشكل او باخر لليهود طيب ولهذا السبب مرة ثانية برجع بقول هذه اعمال كانت كفيلة في قضية يعني انفجار الثورة والدلاع الثورة الفلسطينية الكبرى في عام 1936 للتسعة وثلاثين طيب هون قال انفجار الثورة يعني اندلاعها وكان في عنا بالستة وثلاثين تقريبا في أول سنة من الثورة في عنا اضراب سموه الاضراب العام او بسموه الاضراب الكبير او الهو اسم ثالث بقولوله اضراب الستة شهور الستة شهور لانه قاعد ستة شهور الاضراب يعني كان في عنا اغلاق للمحلات كان في عنا مقاطعة لبريطانيا نجي لها كمان شوي بالتفصيل طيب إذن في عندي ثورة الثورة معروفة صدامات وممكن اطلاق نار ومقاومة بريطانيا وفي عندي وسائل يعني مقاومة أخرى غير السلاح على وهي الإضراب والإضراب يا جماعة هو وسيلة تعبر عن عدم رضا الإنسان من الأوضاع البمر فيها لذلك قد يجل جاء الإنسان إلى الإضراب طيب هذا الإضراب طيب الآن الثورة اشتغلت وانتشرت في معظم الأنحاء الفلسطينية ولكن في قضية بدي أعلق عليها أنا حكيتها زمان بس هاي هم مبرزين هم في الصفحة البعديها إنه خليني أقول الزعماء الفلسطينيين وعلى رأسهم الحاج أمين الحسيني وغيرهم من الزعماء التقليديين لم يكن يؤمن بنجاح الثورة بمعنى مش مع الثورة وبندهوش استخدام يعني أسلوب الثورة بدهوش استخدام المواجهة ليش؟ لأنه أنا قلت يا جماعة دائما وأبدا الأغنياء وأصحاب المراكز بيحبوش الثورات بيحبوش الانتفاضات بيحبوش الحروب لماذا؟ لأن الحروب أو الانتفاضات أو الثورات قد تؤثر على مراكزهم بمجوز والله الاحتلال يزعل منهم بمجوز بريطانيا تزعل منهم وبالتالي يعني تعزلهم بمجوز والله أموالهم اللي بيشتغلوا فيها التجار والأغنياء يعني تتراجع على اعتبار أنه المبيعات يعني قاعدة تتراجع وبالتالي الثروة المالية بتكل ولذلك هذه قضية بشكل عام أنه الزعام الفلسطينية سواء كان الحاج جميل حسيني أو الناس اللي بيعدوا حالهم زعماء للمدن ما كانوش تقريبا ما شافوا حالهم إلا أنهم هم تحت الأمر الواقع الثورة ماشت وبالتالي قد من يعني السير وراء هذه الثورة يعني اللحاك والركوب في هذا يعني القارب طيب هنا أتكلم عن يعني بشكل عام إيمان خليني أقول يعني الثوار بعدالة قضيتهم وبالتالي في عنا خطر محدد وبريطانيا هيها قال عنها أصل الدلاء وسبب البلاء وهذا يا جماعة اللي الأصل إحنا كفلسطينيين ما نساهوش لليوم ولا البكرة لأنه يا جماعة أنت تطلع عن الأسباء السبب والمسبب والمسبب يا جماعة يعني ممكن يعني للأسف مع مرور الزمن يصبح صديق وهذا كلام لا يجوز بريطانيا يا جماعة أهين أخذنا نحن تعلمنا في هذا المساق كيف هي التي خلقت وعد بالفور وهي خلقت يعني انتدابها على بلادنا وهي التي يسرت وسهلت يعني إقامة هذا الوطن لذلك القاعدة العامية يا جماعة شو بتقول والمنطق شو بتقول أنه مستحيل خلال خمسين سنة من أيام مؤتمر بازل في سويسرا 1897 لغاية 1947 48 هيا خمسين سنة خمسين سنة بالتمام والكمال هل من الممكن لأي مجموعة تعمل على قيام دولة قوية اقتصاديا إداريا ماديا عسكريا سياسيا من دون مساعدة الآخرين ولا يمكن فهذا مرة ثانية يعني بيؤكد أنه بريطانيا كانت يعني هي الأساس في قيام هذه الدولة وفي دعمها في جميع المجالات يعني المختلفين طيب هون بتكلم عن قضية أثناء الثورة تقريبا أو قبل الثورة بشوي كان في عنا أحزاب هون حطنا مثال على حزب واحد اللي هو حزب الاستقلال بتكلم أنه كان يطالب بالوحدة العربية ويعترض على طرق الزعامة الفلسطينية التقليدية هذه اللي قلت عنها قبل شوي الزعامات التقليدية اللي هم زعماء العشار والعائلات وزعماء المدن اللي كانوا يعني يتفاوضوا مع بريطانيا وبدهمش الانتفاضات وبدهمش الثورات وبدهمش الإضرابات أكل حال كون في عنا زعمات في عنا أحزاب ومن ضمنها طبعا اللي حكيناها قبل شوي يعني جماعة وحركة القسام اللي كانوا طبعا لهم منهج جديد وبدهمش الآن يتواصلوا مع بريطانيا ومع الإنجليز وحسب رأيهم أنه والله يعني الكفاح المسلح أو المواجهة المسلحة هي الحل يعني الوحيد لذلك هذا الكلام يا جماعة ضلوا لما انطلق الكسام بالخمس وثلاثين وطبعا لما استشهد في أحراش يعبد لم تنتهي ثورته وفي عنا ناس ضلهم ماشيين على نفس المنهج وهنا بجي بنا يعني خلين نقول شخصية ثانية هايها واحد اسمه الشيخ فرخان السعدي من منطقة يعني جنين ومنطقة شمال جنين المزار على وجه الخصوص في قرية في الثمانية وأربعين اسم المزار وطبعا قبره ما يوجود في المزار الشيخ فرخان السعدي هذول طبعا نكملوا طريق يعني عزدي الكسام وسموا أنفسهم إخوان الكسام طيب هذا شو ميزته الشيخ فرخان السعدي كان كبيرا في السن ويقال إنه كان عمره ثمانية وثمانين أو ثنين وثمانين وفي ناس بقوله ثمانين المهم فوق الثمانين الختيار ها لما كان يكود هذه المواجهات وهذه الانتفاضة ضد بريطانيا طبعا اعتكل وقامت بريطانيا بإعدامه وهو صائم ها هذا دليل على أنه في عنا يعني فريقين فريق يتبع هذا الموضوع أو هذا الطريق وهذا الاسلوم يكون آخر باتجاه آخر طيب ما تبقى من الصفحة هنا يا جماعة بتكلم عن أسليب أخرى قادها هؤلاء الناس سواء كانوا أتباع الكسام أو يعني الناس المقاتلين الآخرين لما قال إنه استمرت المواجهة بين بريطانيا وهؤلاء الثوار وبركز على منطقة يعني شمال فلسطين وعلى منطقة عنبتة وطول كرم وعلى أكثر من منطقة وفي عن الصدامات بين هؤلاء الثوار وبين بريطانيا وبين الثوار وبين العصابات الصهيونية هو الحرك الصهيونية لكن إحنا كنا قبل شوية يا جماعة أن هذه الثورة كانت موجهة بشكل أساسي ضد مين ضد بريطانيا على اعتبار أنه بريطانيا أس الفساد بمعنى هي صاحبة يعني الجريمة الأولى طيب هذه الصدمات بشكل عام مرة ثانية يعني حاول المندوب السامي أو الحاكم البريطاني بالمناسبة يعني الحاكم البريطاني أو المندوب السامي لما تكلمنا عنه صمويل طبعا صمويل ما ظلش موجود ما هو مات خلص وانتهى بمعنى كتبت فيه أنه أكثر من مندوب السامي يعني كل فترة خمس سنين سبع سنين أكثر شوي أقل شوي يجينا واحد جديد يا إما بموت يا إما بحطوا بدان وبيستبدلوه طيب لذاك لما قلت هنا المندوب السامي بديش يجعى لبالكم أنه بعد الزلم موجود اللي هو صمويل بمعنى المندوب السامي الحاكم البريطاني على أرض فلسطين في ذلك الزمان رجع مرة ثانية يتخذ مجموعة إجراءات ضد الثوار وبالتالي بدي يحاول يقمع الثورة بطريقة أو بأخرى وهي يعمل منع تجول وعمل قضايا مختلفة طيب هنا حكى عن قضية مرة ثانية وبالتالي يعني خليني أقول هذه بتحصل في كل زمان ومكان اليوم وبكرة وبعد بكرة هلأ في ناس بسموها وجهات نظر وفي ناس بقولوا لا هي مش وجهة نظر هي عبارة عن ضغ إنه بعض الناس بيجي بقول لك والله الآن إنه القاعد بيصير على أرض الواقع من مواجهة بريطانيا ممكن يأثر علينا وبالتالي لا خلينا نواجه بريطانيا من خلال الحل السمي وهذولا منهم من الناس قلت عنهم اللي هم الزعمات التقليدية وزعماء العشائر وزعماء المدن اللي إلهم مصالح خاصة بينما الفلاحين والعمال واللي عندهم أذكار خاصة فيهم لا رايحين باتجاه مواجهة بريطانيا بطريقة واضحة اللي قلت عنها أنا يعني خلينا نقول الكفاح المسألة طيب الآن أشوف الصفحة القبلية هيبدو فاتني شغل يقولكم عنها إذا موجود لا مش موجود موجود الصفحة البعضية مش مشكلة موصلنا هاش بس إذا موصلنا هاش أو نسيتها أنا بذكركم فيها من الآن اللي قاد هذه الثورة الحاج أمين الحسيني من الآن لا بحكي لكم إياها أظن موجودة هي بس من باب الاحتياط إذا مرناش عليها الذي قاد هذه الثورة هو الحاج أمين الحسيني طيب هلأ موجود تسألني سؤال الحاج أمين الحسيني لما أنت بتقول عنه ما كانش مع الثورة أنا قلت قبل شوي لما الثورة مشيت لم يكن أمامه خيار إلا اللحاق بالثورة ولذلك بعض العبارات بتقول كان مجبرا إنه والله يلحاق الثورة طيب أنا بهمني هنا يا جماعة إنه هذه الثورة العربية الكبرى الفلسطينية المسؤول عنها مش المسؤول اللي نفذها يعني اللي متربع على رأسها القائد بغض النظر دوره ولنيا وهو دوره أما المسؤول أنا قصدي الآن اللي كان موجود في ذلك الزمان اللي اسمه الحاج أمين الحسيني واللجنة اللي كانت مشرفة على هذه الثورة اسمها اللجنة العربية العليا اللجنة العربية العليا أظن موجودة بتمر معنا كمان شوي عكل حال بعيدهم كمان شوي مرة ثانية إذن الحاج أميل حسين هو المسؤول عن الثورة واللجنة العربية العليا هذه اللجنة يعني المجلس اللي بيدير هذه الثورة اسمها اللجنة العربية العليا طيب الآن الثوار عملوا تقريبا في كل مدينة يعني لجنة صغيرة كانت يعني في لجنة في نابلس عشان تشرف على الثورة في نابلس لجنة في طول كرم لجنة في جنين لجنة في مشعاف وين طيب أكل حال هون حاول يجيب لنا بس مثال على لجنة نابلس فقط لا غير وقال أن في نابلس كان لديها لجنة قومية للإشراف على الإضراب هلأ أنا أقولك يا جماعة أن الإضراب جزء من الثورة الثورة العربية الكبرى والإضراب جزء من الثورة الثورة امتدت تقريبا ثلاث سنوات من الست وثلاثين للتسعة وثلاثين والإضراب تم ست شهور متواصلات ست شهور عام 1936 ولذلك هذه اللجنة اللي عملوها في نابلس اللي جان المحلية خلال نسميها والقطوية أنه قالوا هذه اللجنة بتتولى الحركة القومية أو الوطنية يعني في نابلس على أساس وطني مش حزبي يعني الأحزاب ملهم مش دخل بمعنى أنه هذه قومي أنه والله حركتنا حرق فرسطينية لا تابع لهذا الفصيل ولا ذلك طيب ودورها هذه اللجنة قال عنها توجيه يعني خليني أقول النصيحة والمشورة للثوار وتوجيه هذه الثورة ضد الإنجليز هاي رجع مرة ثانية أكد أنه هذه الثورة ضد الإنجليز باعتبارهم أساس البلاء والكلام طبعا يا جماعة أكيد صحيح مية في المية ثلاثة أيضا من ضمن يعني التعليمات اللي قالوها اللجنة الكومية لا يجوز أن لا تهدأ أو أعرف ما لا يجوز أن تهدأ الثورة حتى تحقق أهدافها يعني الأصل تظلها ماشية حتى النهاية والهدف من هذه الثورة هي وقف الهجرة اليهودية ويعني خلينا أقول الأصل كمان إنها تكون على التنظيم والترتيب هذه النقاط عادية جدا يا جماعة ورحلة منطقية على اعتبار أن اللجنة الفرعية في نابلس الأصل تتبنى الخطوط العريضة لأهداف الثورة العربية الفلسطينية اللي قلت عنها أنا قبل شوية اللي هي كانت موجهة ضد بريطانيا وإلها أساليب مختلفة وإلها مطالب يعني زي ما شوفنا الهجرة عدم الهجرة والاستيطان وإلغاء وعذب الفور والانتداب وتأسيس نظام سياسي أو حكومة فلسطينية ومجلس تشريعي إلى آخر من الكلام هذا الكلام أصبح يعني كثير من عيدون طيب إذن صار فيه ثورة مرة ثانية وصار فيه عندنا انتفاضة وامتدت فيه تقريبا جميع المدن يعني الفلسطينية آه هيا اللجنة العربية خلص أنا استبقت الأحداث بس ما وجوده هيا هو أنا قال في الصفة الثالث هذه الثورة تشكلت لجنة عربية عليا إذن المسؤول عن الثورة العربية في عام 1936 كان في عنا لجنة اسمها اللجنة العربية العليا هاي هيك اسمها تشكلت لجنة اسمها اللجنة العربية العليا للإشراف على الثورة وعلى الإضراب ماشي ومن الذي كان يرأسها هاي قال برئاسة الحاج أمين الحسيني هذولهم اثنين عندنا شخص وعندنا لجنة بيديروا أو بقودوا هذه الثورة طيب وهون حاول يعني الكاتب يبرز قضية إنه الحاج أمين الحسيني فيه بداية ما كانش مع الثورة لكن كان مضطرة نزي ما أنا قلت قبل شوية إنه بدي روح باتجاه الثورة ولذلك هاي قال وافق الحاج أمين الحسيني على ترأس اللجنة العربية شو مطالب الثورة يا جماعة كثار بس زي ما انتم شايفين هنا الآن في عندي قضايا دائما نحكي فيها ونعيد ومنزيد اللي هي منع الهجرة اليهودية منع انتقال الأراضي العربية لليهود وإنشاء حكومة وطنية فلسطينية ومجلس مليامي ونبف عليه إحنا إلغاء وعد في الفور وحتى إلغاء الانتداب هاي كلها كانت مطالب العرب لأنه هذه القضايا جماعة أثرت على العرب بشكل كبير جدا وبالتالي يعني الإنسان الفلسطيني أو الفلاح الفلسطيني صار ينظر للأرض العربية تضيع أمام أعينه وبالتالي يعني لا سبيل أمامه إلا الثورة وتحقيق هذه الأهداف اللي قلت عنها قبل شوي طيب الآن بدوز وهي مهمة طبعا أكيد نعرفها وطبعا مش من القمر ولا من الفضاء يعني إذا أنتوا بتخيلوا اليوم أي فورة في بلادنا ولا في أي بلد ثاني بتلاك فيها أدوات أدوات أو وسائل هنا بما أنه إحنا منكون يعني إضراب نتكلم عن أسلوب واحد فيش غيره أو أسلوبين اللي هو العصيان المدني بمعنى مقاطعة دوره بريطانية في المنطقة يعني إذا والله بريطانية مسؤولة عن الكهرباء والمي والضريبة إحنا منروحش نتعاملش معها هذا منسمي عصيان مدني بمعنى ما منستخدمش السلاح نستخدم أسلوب مدني إني أنا والله بدفعش فاتور التلفون مثلا بدفعش فاتور تمي بروحش بسجش الأرض وثم والله كذا وكذا هذا منسمي مقاطعة الدوائر البريطانية في فلسطين وهاي قال مثال عن ذلك عدم دفع الضرائب هاي مثال على قضية إيش العصيان المدني بمعنى الامتناع عن القيام بما هو مطلوب مني تجاه بريطانيا هيك معنى هذه منسميها أدوات الإضراب العصيان المدني العصيان المدني بمعنى بفتحش دككاني وكمان بروحش يعني بدفع ضرائب طيب هنا في قضية هون في عنا اسم هذا يعني بنا نوقف عنده لأنه مهم لأنه يعني كان أنا قبل شوي شكرت قلت الحاج أمين الحسيني كان مسؤولا عن اللجنة العربية العليا اللي أجرفت على الثورة بشكل عام لكنه لم يكن عسكريا لم يكن للأرض هنا في عنا شخصي هذا يعني من الشخصيات المهمة اسمه فوزي القاوكجي لبنان الأصل وطبعا فلسطين زي ما أنا حكيت اللقاءات الماضية ما كانش في عنا يا جماعة يعني خليني أقول حدود وبالتالي الإنسان السوري اللبناني المصري الجزائري بإمكانه يصل لفلسطين طيب ففوزي القاوكجي يا جماعة هو لبنان الأصل استطاع إلى فلسطين اللي كان اسمه سوريا الجنوبية هذه مر معنا المصطلح زمان وأعلن نفسه قائدا عاما ها هون قال كلمة لتمرد هذا المصطلح جايبينه من كتاب أجنبي للأسف شوف كيف المصطلحات مرات من كتاب لكتاب يعني يعني بتعطي المرات معنا سلبي زي ما قلت أنا اللقاء الماضي لتمرد وكأنه يعني دول جماعة يعني خارجين عن الطاعة لكن لا هي ثورة محق ضد محتل بريطاني بغيض لذلك فوز الكاوكجي كان زعيما للثورة الفلسطينية في عام 1936 طيب اندلعت الثورة يعني خلينا نكون بشكل عام لأساليب الانتفاضة أو الثورة الأساليب بريطانية طيب قبل ما نيجي الأساليب هنا الآن وسائل بريطانية نعم هي الوسائل والأساليب الآن مدون ما تحفظها انت العاصل تكون عارف دولة محتلة فيها عندي شاعب بثور عليها ما هو أسلوبها للتعامل مع الثوار قلت يا إما القتل يا إما الاعتقال السجن يا إما النفي وهذه على المستوى الشخصي نتكلم عن قتل نتكلم عن نفي نتكلم عن اعتقال نتكلم عن محاكمات نتكلم عن يعني خلينا قول ممكن هدم بيوت ومؤسسات هذه هذه وسائل بريطانية اللي اخضع الثورة وبالتالي يعني خلينا أقول استخدمت جميع الوسائل لقمع أي ثورة ممكن تحصل فيه العالم الغريب في الموضوع وهذه بننوقف عندها شوي أنه أنه بعض زعماء وملوك العرب تدخلوا إلى جانب بريطانيا ضد الثورة بعيد كلامي الغريب أنه بعض زعماء العرب وكأنه التاريخ بعيد نفسه اليوم هاي اليوم العرب بجوز أو بعض زعمائهم للأسف يعني ضد الفلسطينيين أو بضغطوا على الفلسطينيين هنا قال أنه بريطانيا من خلال هون قال يعني من خلال أصدقائها هاي عبد العزيز بن سعود اللي هو زعيم مين زعيم السعودي الأمير عبد الله في الأردن طالبوا الفلسطينيين وهون كمان عندنا والملك غازي ملك العراق وبالمناسب الملك غازي بيكون ابنه لحسين اللي في اسمه شريف حسين من علي غازي طيب إذن معناته زعماء مرة ثانية السعودية والعراق والأردن بيطالبوا الفلسطينية بهدن بمع بهدن أو تهدئة والاتفاق مع بريطانيا وحل هذا الإشكال بينهم بمعنى والكامرات طيب والغريب في الموضوع يا جماعة إنه فعلا يعني أقول إنه تم الضغط على يعني الثوار الفلسطينيين راح أجيب لكم نص الصفحة البعدية إنه كيف يعني الزعماء أو ملوك السعودية بالذات هددوا الفلسطينيين مش بس والله قالوا لهم وقف الإضراب لا التهديد بلغة التهديد هلأ بنجي لها كمان شوي عكل حال يعني أمام هذا يعني الضغط العربي على الفلسطينيين إنه إعطوا الحل السلم يعني فرصة خلينا نشوف بلك بريطانيا حلت القضية يعني بينكم ولذلك الفلسطينيين مرة ثانية استطاعوا أن يستجابوا للضغوط العربية وعنه الإضراب وقفوا الثورة يعني الإضراب خلينا نتكلم بالآن بالبداية اللي دام طبعا ست شهور إلى ثمانة أيام لذلك أنا قلت أني شفية يعني من ضمن أسماءه على الإضراب الكبير أو إضراب ست شهور طيب والقائد العسكر اللي قلت عام لاني أجا يترأس الثورة على الفلسطينيين فوزي القاوكجي طبعا أعلن يعني أنه والله وقف الأعمال العربية بمعنى الصدام مع بريطانيا عشان يفسح المجال للمفاوضات بين يعني العرب والفلسطينيين مع بريطانيا هذه قضية القضية الثانية المهمة اللي إلها علاقة في الثورة العربية الفلسطينية الكبرى هين حطت أنا باللون الأحمر مصطلح الفلسطينية إنه إلها سمات إلها خصائص سمات الثراء الكبرى أول سمة إلها إنها قوتها وسعة انتشارها وطول مدتها سعة الانتشار بمعنى تشمل جميع انحاء فلسطين قريبا وشدتها بمعنى قوي استخدام السلاح والمواجهات العسكرية ضد بريطانيا ومدتها احنا كنا ثلث سنين وتقريبا جميع قطاعات الشعب الفلسطيني فلاحين وموضطين أكيد مش مية في المية بس على الأقل في عين عينات كثيرة من قطاعات الشعب الفلسطيني شاركت في هذه الثورة هذه قضية اثنين إنه بالدرجة الأولى ركز عليها مرة ثانية بالدرجة الأولى أن هذه الثورة كانت موجهة ضد الانتداب والاحتلال البريطاني على أساس أنه هو سبب مأساة الشعب الفلسطيني وهذا الكلام يا جماعة 100% صحيح بريطانيا هي سبب المأساة اللي لحقت يعني في بلادنا أيضا شمولها على إضراب طويل قلت عنه قبل شوي يعني خلينا نقول داما ستة شهور وطبعا كان في عنا بعض الأشياء غير العسكرية المواجهة العسكرية ذا بريطانيا قال عنها في عنا عصيان مدني اللي هو إضراب وفي عنا عدم دفع ضرائب لبريطانيا وأيضا من ضمن يعني سماتها وخصائصها اشتراك عرب من خارج فلسطين وطبعا خلينا نقول عبرت هذه الثورة كمان عن التطلعات السياسية بمعنى يعني عبرت عن أهداف الثورة السياسية اللي هي قلنا عنها الاستكلال ويعني منع الهجرة ومنع القيام من المستوطنات إلى أخرين من الكلام وشكلت بدالة يعني التدخل العربي في شؤون القضية الفلسطينية اللي هي قال عنها تعريب القضية يعني وكأنه القضية الفلسطينية يعني خلينا أقول أصبحت قضية عربية لكن للأسف لو ضلت فلسطينية بجوز الكلام كان أغضل بشوي لأنه شوفنا كيف الزعماء العرب هم اللي ضغطوا على الفلسطينيين في سبيل إنهاء الثورة والإضراب الست طيب هل خلال تقريبا هذه الثورة بالسبعة وثلاثين يعني بريطانيا كانت من ضمن مهامها بعيد كلامي هذا مهم من ضمن مهامها بريطانيا إنها تعمل على حل المسألة الفلسطينية طعم وتحاول يعني تحل هذه المسألة بين الفلسطينيين وبين اليهود خلينا نقول هيك ولذلك بريطانيا إحنا أخذنا في اللقاءات السابقة دائما وأبدا كانت بعد كل حدث معين تشكل لجنة للتحقيق في هذه الأعمال ولذلك مرة ثانية ودت لجنة جديدة اسمها لجنة بيل للتحقيق في قضية يعني إضراب السد شهور وفي قضية الثورة الفلسطينية الكبرى لكن للأسف واضح زي ما هو حقلنا هون إنه كان غاية هذه الثورة هذه اللجنة هي وقف الإضراب وإجهاب الثورة بمعنى كسب الوقت وطبعا إحنا بجوز جيلكم يعني لحق شوية من الدبلوماسية خلينا نسميها تجاز التعبير أو الحلول السياسية إحنا جيلنا على الأقل إننا أربعين سنة متبعين ونقطة في نقطة إنه هذه القضايا اللي هي تعالوا على لندن وتعالوا على باريس وروحوا على أوسلو وتعالوا على أمريكا مفاوضة سلمية تقريبا من 35 سنة وأكثر شوية لم تؤدي إلى تحقيق إنجاز معين على أرض الواقع لذلك قال عنها إيش هي وسيلة لوقف الإضراب وإجهاز الثورة اللي جان هذا اللي جان تعالوا وقعدوا طيب على كل حال اللجنة العربية العليا اللي قلت عنها أنا يعني كان رئيس الحاج أمير الحسيني هلأ يعني اللجنة هذه اللي أجت عبلادنا على فلسطين الفلسطينيين قرروا يقاطعوها يعني بمعنى ما يقابلوها ما يتعاونوش معها عدم التعاون معها ما يقابلوها على اعتبار أن اللجنة مالة بريطانية وشو بديو يطلع منها هذا اللجنة تقريبا هيك فبالتالي الذي أجبر الفلسطينيين على مقابلة هذه اللجنة والتعاون مع هذه اللجنة اللي هي لجنة بريطانية اللي اسمها بيل شوفوا اللي هو أمير الأردن من إقناع النشاشي بأحد زعماء الكدس وزعماء الثورة بعدم مقاطعة اللجنين هاي واحد أما الملك السعودي عبد العزيز بن السعود هدد بقطع جميع صلاته وعلاقاته باللجنة العربية إذا رفضت المثول والتعامل مع اللجنة البلطانية الملكية بمعنى بدي قطع الفلسطينيين هاي شوفوا كيف العرب كيف لعبوا دور للأسف سلبي في ذلك الزمان طيب أكل حال فبالتالي أمام مرة ثانية هذا الضغط اللامحدود يضطر العرب مرة ثانية يعني يلتكوا مع هذه اللجنة اللي اسمها لجنة بل وبالتالي أول مرة بريطانيا هذا التاريخ نتبهوله أول مرة بريطانيا في عام 1937 طرحت شيء اسمه تكسين فلسطين ولذلك هذه اللجنة اللي هي اسمها لجنة بل طرحت قضية تكسيم فلسطين لإنهاء الصراع العربي أو الفلسطين العربي من جهة والإسرائيلي أو الصهيوني من جهة أخرى وبالتالي قالت أنه طرحنا مشروع التكسيم لجنة بل إلى ثلاث مناطق منطقة للعرب فيها دولة عربية نعمل عليها دولة عربية ومنطقة وطبعا هذه تشمل فلسطين أو أجزاء من فلسطين وشرق الأردن والمنطقة الثانية الكسمة الثانية من قرار التكسيم السبعة وثناثين منطقة اليهود وبتكون عليها دولة يهودية أما المنطقة الثالثة بتضلها تحت الانتداب البريطاني وتشمل الأماكن المقدسة اللي كلنا عنها الكدس وبيت لحم والناصر تقريبا هذا التكسيم ثلاث مرات واحدة عربية واحدة يهودية واحدة تضلها تحت الانتداب البريطاني اللي تضم الكدس والأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية طيب الآن نشوف منطقيا أنه هل كانت الآن موافقين عن العرب والفلسطينيين واليهود ولا لا هنا نيجي الآن للموقف يعني العربي نيجي للموقف عفن الصهيوني بالأول الموقف الصهيوني عارض المؤتمر قبلها هذا الجملة الموقف عندي كمان مهمة وبذلك تكون بريطانيا أول من اقترحت التكسيم كحل المشكلة الفلسطينية بريطانيا في هذا العام 1937 من خلال لجنة بيل هي أول مرة تقترح قرار للتكسيم بمعنى خطة للتكسيم الآن نشوف العرب واليهود اليهود عارضوا قرار التكسيم عام 1937 اللي جابتوا لجنة بيل أو اللي اقترحتوا لجنة بيل طيب ليش عارضوا طيب هو هذا بيجي أعطوهم دولي طيب هم الأمد ومش دولي هم الآن يعني واضح إنهم الجماعة وكأنني بدي أقول موشوشين في ذانهم إنه الآن أنتوا ستأخذون جميع عنحاء فلسطين وبالتالي واحد طمعان في جميع عنحاء فلسطين يعخذ كسم من فلسطين اللي هي تكريباً 10% أو 15% برداش لذلك اليهود أنا بدي هاي النتيجة المؤتمر الصاهيوني عارض مشروع التكسيم اللي عرضتوا بريطانيا من خلال لجنة بيل طب والعرب اللجنة العربية العليا كمان اللجنة العربية العليا رفضت هذا المشروع ليش لأن المشروع هذا أعطى اليهود كسم من يعني خليني أقول الأرض الفلسطينية إذن هذا الموقف الصهيوني والموقف العربي ورجعت مرة ثانية الثورة اندلعت من جديد لأن نحن كلنا يا جماعة هذا الكلام بال37 والثورة من ال36 لل39 رجعت مرة ثانية وهون بتكلم عنه أنه رجعت الآن المجموعات وجمعت الكسام وغيرها يشتغلوا مرة ثانية واستطاعت هذه المجموعات أو إحدى هذه المجموعات أيوه بتكلم عن سنة 37 إنها تغتال حاكم الجليل الجليل هي المنطقة الواقعة شمال فلسطيني المحتلة يعني من الناصر وللشمال اغتالت هذه المجموعة حاكم الجليل البريطاني اللي اسمه لويس أندروز في الناصرة كان مقره في الناصرة ويحكم في هذا المكان حاكم الجليل مش المندوب السامي حاكم الجليل أندروز اللي قتلوا الآن الفلسطينيين والمجموعات الفلسطينية طيب بناء على ذلك إنه بريطانيا يعني كمان واجهت هذا الفعل برب فعل أقسى بمعنى إنه قمعها للفلسطينيين ازداد ولذلك شو سوت حلت بمعنى ألغت اللجنة العربية العليا وجميع فروحها في نابلس ولا في جنين ولا في القدس ولا في غيرها وعزمت حسيني رئيس المجلس الإسلام الأعلى من منصبه شو منصبه اللي هو رئيس اللجنة العربية العليا وكمان كان في القدس اللي هو رئيس المجلس الإسلام الأعلى يعني عملة قمع طيب وخليني أوقف لهون وبكمل يعني بعد الاستراحة من هون من عند كلمة وامام زخم الثورة يعني منرجع يا جماعة الساعة سبعة منكمل الكسم الثاني وإذا فيه أسئلة يقلوها لبعدين وامام زخم الثورة هذا من نكملها يا جماعة الساعة سبعة نلتقي في ساعة جديدة إن شاء الله ويعني نطلع من الموقع ونرجع ندخل مرة ثانية الساعة سبعة يعطيكم الحافظ